السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اليوم كاللحظة بان الاسر باتت تواجه في هذا العصر العديد من التحديات كل أسر الآن عند أولاد وبنات إلا من رحم الله عندهم تحديات فرضها العصر أولها هو غلبة الطابع المادي على تفكير الأبناء الأبناء صارت مطالبهم ممادية كثيرة لا تكاد تنتهي في الأب لكي بقي شري الأولاد وابناته مطالبهم ولكن بشي حصل على الرضا لكنهم لا يرضون دائما كي شعر بأنه لم يستوفي بعد مطالبه وكي تفكر هذا الأب أو هذا الأم لما كان في نفس المراحل العمرية لأبنائهم كانت المتطلبة دي الأباء والأمهات بسيطة كانت أقل أشياء تسعيدهم ولكن اليوم كي القوا بأن الأبناء احتحى جمكة شباع المطالب دي لهم دائما يقولون هل من مزيد ويتطلعون إلى إلى الجديد هذا أول تحدي من تحديات الأسرة هو غلبة الطابع المادي على تفكير وسلوك الأبناء وتحدي آخر وهو السيطرة سيطرت الأبناء على الأباء كالعكس والصحيح في الجيل السابق كان الأباء هم الذين يسيطرون على الأسرة وكيوجه الأبناء وكيقول لي اسمع ونفذ اليوم لم يعد هذا الأمر نحن نعيش في عصر يحكمه الأبناء فصار الأباء يخضعون لصراخ وعويل أبنائهم ودائما هم اللي يختاروا أي حاجة يختاروا الأبناء مثلا البيت الذي سوف يسكن فيه يختاره الأولاد قضى العطلة الصيفية مثلا باختيار الأولاد إذا دخلوا إلى أي متجر من المتاجر فالأولاد هم الذين يأخذون ما يعجبهم وما هو دور الأباء دور الأباء هو أن يفتح حافظة نقوده ويدفع فصار الأبناء هم الذين يختارون ولم يعد عندهم قدر على السيطرة ثم كاللحظة تحدي أخر من تحديات الأبناء في هذا العصر هو روح التكاسل وعدم الرغبة في القراءة كالقوا بأن ما يقضيه الأولاد في القراءة ضئيل جدا وهذا تسبب في تدني المستوى العلمي لكثير من الأبناء في الأسر لأن معظم الوقت يقضيه الأولاد والبنات في الشاشة الإلكترونية وفي تصفح مواقع التواصل الاجتماعي في مسائل تافهة لا تنفع لا في الدين ولا في الدنيا ثم كالقوا صار هناك ما يسمى بصراع الأجيال صار البون بين تفكير الأباء وسلوكهم وتفكير الأولاد وسلوكهم بعيد وصار الأولاد يرفضون الاستفادة من خبرات جيل كبر يقولوا هذا الجيل قديم هذا جيل ربما شرب وأكل عنه الضهر واليوم العصر له تقاثة أخرى وله تفكير جديد فيرفضون أي حاجة عند علاقة بتوارد الأباء والأجداد ما يسمى بصراع الأجيال وكلقوا كذلك ما يسمى بالغزو الفكري والتقافي لأن هذه المنظومة التقافية التي نخضوها من وسائل التواصل الاجتماعي وبدون حدود وبدون رقيب هذه كتطين أفكار وقيم والسلوكات قد لا تكون متفقة في الكثير من الأحيان مع قيم مجتمعاتنا المجتمع دينا يسير في واد ولكن ما نتلقاه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في واد آخر وهناك القوة بأن الأبناء دينا الصغار كيبدوا يتشبعون بأفكار وثقافات غريبة وكتكبر معهم وهذا ممكن يسمى بغزو فكري وثقافي ربما قد تظهر العديد من الأشياء التي ليست في صالح أبنائنا ثم كالقوة بأن هذا الجيل دينا يرفض أن تملع عليه التصورات ويرغب في أنك تحاوره لابد أن تحترم رأيه وفكره ويرفض أنك تتدخل في شؤونه أو تسيء الظن به أو أي تدخل يعتبر بأنه إقصى ومحاولة لإفقال ثقة بالنفس وهذه الأمور كلها إلى استعمل الأب شيئا من التربية الصارمة قد تنزلق به إلى ضرر وإلى أخطار أخرى فهذا مشكل كبير في تحديات الأولاد والبنات حديثنا الليلة عن الأبناء عن الأولاد والبنات وتحديات العصر هذا العصر الذي يفرض سلسلة كبيرة من التحديات والصعوبات من خلالها يشكو الأباء والأمهات أسلوب التعامل الأمتل مع الأبناء والبنات لشك أن الأولاد والأبناء هم أعز وأكرم ما كين عند الأسر هم رأس مال الوالدين هم محل اهتمامهم الوالدين يتمنون صلاح أبنائهم يدعون الله تعالى أن يحقق لهم فيهم ما يريدون لأن التروى الحائقية عند الوالدين هم الأولاد كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز يحكي عن هذا الشعور الذي يسكن في قلوب الأمهات والأباء قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكون إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هكذا يصور القرآن العظيم عملية الحمل فلما تغشاها حملت حملا خفيفا المرأة تحمل والرجل لما يرى الجنين يكبر يصير الأم والأب يرفعني أكفة ضراعة إلى الباري أن يحفظ هذا الجنين وأن يجعله مولودا كاملا في خلقته ويدعون الله تعالى لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هكذا هم الأولاد والبنات بهم تقر العيون وتزدان بهم الحياة لهذا ليس من الغريب أن نرى الآباء والأمهات يكثرون من الدعاء لصلاح الأولاد والبنات حتى إذا وجدوا بعض الفقهة أو الصلاحة يقول ادعي لي مع الولدات لأنه مرس المال وربنا عز وجل يحكي في كتابه العزيز أن هذا الأمر معتاد عند كل الأباء حتى عباد الرحمن ماذا يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا ودريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يتمنى أن تكون دريته قرة أعين فالأبناء هم مصدر الثروة الحقيقية التي تبقى للأباء بعد موتهم لإنسان كل ما جمعه من مال قد يضيع قد يوزع ولكن الثروة الحقيقية هم الأبناء حينما يموت الإنسان يبقى عندهم أولاد صالحين يدعون له بالرحمة ويدعون له بالمغفرة وتأتيه الأرزاق في قبره إذا مات ابن آدم انقطع عمله من بينها ولد صالح يدعو له وكلما بدأ الإنسان يكبر ويصل قدرا من النج يدرك قيمة نعمة الأبناء ويطلب من الله تعالى المزيد للصلاح يطلب الله تعالى في الصغر ديالهوم ولما يكونون أيضا في سن البلوغ وحتى لما يكبروا كما قال الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين لما يكبر الإنسان يلقى بأن الثمر للجهاد والاجتهاد لقنبي في الحياة هو في واقع أولاده ودريته يتمنى أن يكونوا صالحين مستقيمين هذه الصورة المشرقة للأولاد والبنات بالمقابل هناك صورة مفزعة لنوع من الأبناء والبنات هناك الله يسترنا ويستركم جميعا هناك نمط من الأولاد والبنات يسيء إلى الأباء ويتعبهم ويضيق بالتوجيه وإذا قلت له احترم الوالدين يجحد فضل الوالدين وينكر جميع ما قدموه له من جهود ومن متاعب يحكي القرآن الكريم عن نمط هذا النوع من الصورة المفزعة للأبناء فيقول والذي قال لوالديه أفل لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستقيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين نمودج يقدمه القرآن العظيم للأبناء الذين يسيئون إلى الأباء ينكرون قيم الدين والإيمان ويضيقون بالتوجيه ودائما يتأففون والذي قال لوالديه أفل لكما هكذا يصور القرآن الكريم أنمط الأولاد الحياة أيها الأحباب الكرام تحتاج إلى نوع من الدبلوماسية في التعامل مع الأبناء ولكن كلما تعقدت هذه الحياة وكلما تطورت كلما ازدادت أعباء الأباء في تربية أبنائهم وكلقوا مشكل كبير في الدور التربوي للأسرة التي لم يعد لها التأثير القوي على الأبناء كان أيام زمن الأسرة هي التي تؤثر الآن أصبح جهات أخرى هي تؤثر في تربية الأولاد وتنفلت الخيوط من بين الأباء فالحياة البشرية هي تتطور وخصوصا في يومنا هذا وفي عصرنا هذا تمر بمرحلة مخاض عسير لماذا؟ لأن الزمن زمن الفضائيات وزمن الأنترنت وزمن المواقع التواصل الاجتماعي كل هذه الفتوحات العلمية والتواصلية اختصرت العالم وصار العالم عبارة عن قرية كونية وصار الإنسان باستطاعة أن يتعرف على الأفكار والرؤى والتقاليد لكل البلاد وهكذا تعقدت الحياة وصارت هناك فجوة كبيرة بين الأجيال دبا الآن الجيل الذي سوف نودعه كيبان بأنه غريب أمام الجيل صعب فالابن كان يأخذ الرأي والمشورة من والديه أيام زمان لكن اليوم الأبناء يأخذون الأعراء وأي مشورة يأخذونها من وسائل الإعلام ومصادر الأنترنت والفضائيات والمصادر المتعددة لأن اليوم أصبحت المعلومة متوفرة بين يدي كل الأبناء بكل سهولة وصار هناك فيض جارف من المفاهيم ومن المؤثرات الفكرية والأخلاقية ومن التوجيهات السلوكية ومن الشبهات ولا الكثير جدا فائض حتى أن المدرسة اللي كانت تتعلم أو الأسرة اللي كانت تتعلم أو التلفزة اللي هي داخل البيت لم تعد لها قيمة أصبحت هذه الوسائل المتطورة من الإعلام والفضائيات والأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هي التي توجه وهي التي تعلم ولم يعود الأبناء اليوم يستقبلون ويرضون بالتربية القديمة أساليب التربية اللي كانت تسموها ربما فيها شوية الشدة أو تسمى قمعية وتسمى غير مجدية مع أبناء اليوم حتى تقفت العيب والحشومة وهذه كلها لم تعد يستوعبها أبناء اليوم والتدخل في نوع الأكل والشرب واللباس صار ممنوع أن الأب يدخل الولد يكون اللي يبغى ويشرب اللي يبغى ويلبس بالطريقة اللي يبغى الموضة التي هي صارت متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حتى لما يكبر الولد ويريد أن يختار توجه دراسي لم يعود الأب يستطيع أن يقصر على ولد لدراسة بعينها الولد ولد يختار الدراسة التي يريد وحينما يريد أن يعمل يختار العمل الذي يريد وحينما يريد أن يتزوج يرتبط بمن يريد حتى ولو كان مخالفا للعادة والتقاليد لأنها صارت في نظره بالية السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا 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 شكرا